حققت الجماعات والمؤسسات البحثية المصرية تقدماً بارزاً في التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية يتي ذلك ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في السابع من مارس عام 2023 ترقى الأمم بالتعليم وخلال السنوات القليلة الماضية شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خطوات واسعة وتطوراً كمياً وكيفياً غير مصبوخ في هذا القطاع الارتقاء بترتيب الجماعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية هو أحد علامات التطور في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقد حققت الجماعات والمؤسسات البحثية المصرية تقدماً بارزاً في التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في السابع من مارس عام 2023 ومن ثمار الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الحيوي تم إدراج سبع جامعات مصرية بتصنيف شانجهاي الصيني لعام 2022 مقارنة بست جامعات خلال عام 2021 وتم إدراج 24 جامعة مصرية بنفس التصنيف الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2022 من العلامات المضيئة أيضاً ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من ثلاث جامعات عام 2016 إلى 23 جامعة عام 2022 وارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف كيو أس البريطانية من خمس جامعات عام 2018 إلى خمس عشرة جامعة عام 2024 لتكون مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف كما شهد عام 2022 إدراج 17 جامعة مصرية في تصنيف US News الأمريكية مقارنة ب16 جامعة عام 2021 وتم إدراج 42 جامعة مصرية في تصنيف سيماجو الإسبانية مقارنة ب35 جامعة عام 2021 وفي مجال النشر الدولي أشار تقرير هيئة سيماجو العالمية إلى حصول مصر على المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً في مجال النشر الدولي من بين 233 دولة بعدد 44.219 بحثاً دولياً كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية وفيما يتعلق بالإنفاق على البحث العلمي والتطوير فقد حصلت مصر على المرتبة 35 عالمياً في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة والمرتبة الأولى إفريقياً لتتواصل بذلك القفزات التي يحققها قطاع التعليم العالمي على المستوى الدولي بما يؤكد حرص الدولة على إلاء التعليم ما يستحقه من دعم واهتمام ورعاية والم والم